مرحبا مشاهدين الكرام في قناة مجيد فرقرنس لمراجعة وتقييم العطور عطور تليق للاستعمال اليومي لكل الفصول عطرة هيرمس بكل بساطة هيرمس أبدعت في سنة 2022 بعطرة أودوباصيليك بوربرا العطرة هذا اللي أصدر سنة 2022 يعتبر عطرة أخضر جرين حيوي و الأخشاب اللي فيه فيبرانت أيضا فيه بعض النطاتات تايبيلية الأروماتيك أيضا فيه أعشاب عطرة اللي نشوف أنه يعني كحاجة كلاس الناس اللي تحب تتعطر بحاجة كلاس لجميع الفصول سواء رجال أو نيسا نوسيها بهذا العطر اللي يأتي بسعة 100 ميلي بسعر 60 دولار لاليك بور اوم اللي صح يجسد الكواليتي مقارنة السعر بالخامات نشوفها جسد في عطر لاليك بور اوم العطر هذا اللي يأتي بسعة 100 ميلي بسعر 30 إلى 40 دولار عطر كلاسيكي أصدر أول مرة عاليد العطار موريس روسيل في سنة 1997 للناس اللي تحب رائحة ناضجة و رائحة لا تموت مع مرور الوقت رائحة كلاس نوسيها بهذا الليك بور اوم العطر غير معروف كثير خامات هاي كواليتي العطر عنده يعني كما قلت قيمة مقابل سعر و نوتات الخشبية لهنا معقدة وتبدل مع مرور الوقت لاليك بور اوم ديار اوم 2020 او ديار اوم سنة 2020 يبقى واحد بالعطور الخشبية الرجالية الجميلة اللي نعمها لمسك يعني ديار اوم مختلف على ديار اوم انتونس اللي في اكتر نوتات الايريس هنا معمول اخشاب مع ميسك عطر جميل اللي يليق لشت المشاوير و لجليق ايضا لجميع الفصول رائحة مريحة للنفس خشبية تحتوي على القليل من البابر او الفلفل الاسود رائحة يعني متميزة و يونيك لاغلب المشاوير مقبولة من جميع الاسواق العطر هذا او الخط العطر لديار اوم يبقى خط ايكونيك ايضا تبات جيد يعني ليس عيب تبات جيد فوحان جيد والنسل تحشق الاطاعات والكمبليمنت تخليك مع عطر الديار اوم لمناسبة الرسمية الايقونة لجند منبلو نسخة الودوت والد العطر هذا اللي اصدر اول مرة في سنة 2011 يبقى عطر جميل و عطر فاكهي فاكهي منعش رائحة نقية جدا رائحة اللي تليق للاستعمالات الرسمية والنسل تبحث على الاطراءات ايضا مون بلون لجند جلب الاطراءات العطر اللي يتبدل مع مورو الوقت فوق الجلد و نشوف انو العطر هذا راح يبقى رائحة حضارية في نفس الوقت رائحة كلاسيكية فوجار خضراء يعني الدوم الوقس طويل و ايضا فوحانه ممتاز النسل تبحث على رائحة نيش تليق لاجواء البرد ايضا بالتقديم العطر و ايضا بالتقديم العطر يجسد في العطر الفخم للأجواء الباردة مزيج رائع من الراتينجات الففر الأسود البخور باتشولي كشمير والجاوي والعنبر عطر جميل عطر يليق للأجواء الباردة يعني شيء فخم نصيب به لاستعمال هو رجالي ولكن يمكن للنساء أيضا تستعمل هذا العطر وأوصيبه للأجواء الليلية وفقط فخامة الدار الإيطالية انجت عطر تروسار دي أومو في سنة أول مرة سنة 1983 العطر هذا ليبقى عطر كلاسيكي عطر قوي يعني عطر رجالي بحث رائحة كلاس معمولة بطريقة احترافية والعطر هذا سيكون تايملس يعني لا يموت أبدا مع مرار الزمن رائحة اللي تخليه يكون هكذا رائحة أيضا فينتايج رائحة اللي مش معروفة نظن أنه هذا العطر جلدي يليق للناس اللي تحب تعتر بعطر كلاسيكي ويكون مناسبات رسمية ومحددة جدا جدا إذن شكرا للمشاهدة كانت معنا هات تشكيلة اللي تليق لي أغلب الفصول وأيضا ننصح بها بعد العطر اللي تجيب لك إطراءات بتمن مميز جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر